صباح الخير عن جديد مع موجات الحر الذين اشهدوه هذه الأيام من المهم الحفاظ على رائحة الجسد وحماية أنفسنا ومن حولنا بصراحة من الرواح الكريهة يعني بصراحة الموضوع جدا مهم مهم لأنك أشخاص وأيضا للمواصلات العامة الأشخاص اللي حوالينا فعل الأطعمة وتراكم بعض البكتيري على الجسم بتسبب رائحة كريهة بالفعل أكيد لها حلول والحلول في متناول الجميع موضوع أنك تأخذ ريكسونة أو أي نوع من موضوع مزيد التعرق في الشغلات ممكن نعملها بالبيت من خلال الأطعمة أو حتى الاعتناء بالجسد راح نتعبع من خلال هذه المادة وبعد ترجمة نانسي قنقر معنا بالستوديو دكتور بسامل مصري طبيب جلدية ويا صباح الخير لإلك يسعد صباحك أستاذي ويسعد صباح قناتنا الجميلة قناة سوريا وأهلنا كله إن شاء الله الموضوع جدا مهم بالصيف وأتوقع بكل الفصول لكن بالصيف يزداد أكثر موضوع رائحة الجسد بداية السبب الأسباب سبحان الله لماذا نحن بفصل الصيف بفصل الصيف يبقى التعرق أكثر طرح بالجسم السموم عن طريق التعرق بالصيف أما في فصل الشتاء عن طريق التبول التعرق هو سبب كثير كبير أنه لتسبب الرائحة المزاجة عند كثير من الناس أثناء العمل أثناء ركوب المواصلات أثناء أي حركة ما نتيجة تراكم البكتيريا نتيجة تراكم النسيج الدهني الميت يسبب رائحة كثير كبيرة وطبعا أسباب وجود الرائحة التعرق الكريهة نحن لا نلتزم بالاستحمام اليومي ما نلتزم بالنظافة العامة وخاصة كمان بيقول لك فيه ناس أنه أنا كل يوم بتحمام بس يطلع لي ريحة شوفي يلبس الألبسة إلى دور كثير مهم بالتعرق والألوان أيضا الألوان طبعا نقول الألبسة نختار الألبسة القطنية نحن نشوف التيشورت شكله حلو ورسمي حلو أما الخام المصنوع منه هو البوليسة البوليسة عندما يلامس الجلد يساوي تعرق أكثر ويساوي رائحة كريهة ومزاجة وأيضا موضوع الأطعمة أنا بس كنت أعرف أنه في ناس لليوم ما بتأكل بصل وتوم لأنه ممكن أنه رائحة الجلسة هل مرتبط فقط طبعا أكيد هل أشوفي أنت ركزي على موضوع الخضروات والفواكه بتلاقي دائما بيكون رائحة البول ما في رائحة ورائحة التعرق كمان ما بتحسي برائحة نهائيا أما بنلاحظ الناس اللي بيركزوا على موضوع البصل أو التوم هالأكلاتها دوني جدا يعني فيها غنية بالكبريت الكبريت بطبيعة الأحوال له كتير رائحة كريهة يعني بتشوف إلا أنت قبل ما يصير تعرق أو شيء بتشمي رائحة البصل كريهة رائحة التوم كريهة هي مادة الكبريت هي السبب هذه الرائحة يعني أيضا بأشخاص يقولون نحن كنا نتحمم نحط موزيل تعرق ونلبس يعني ألبس فاتحة وقطنية ولكن تطلع عنا رائحة يعني ممكن رائحة تطلع حتى بشخص أكثر من الثاني حتى لو يعني سوا كل إسعافات هذه الأولية برأيك شو نصب؟ هل بي عنده مثلا هرمونات إفرازات أكثر من شخص الآخر هلا بيبقى عنده بداني مثلا البداني بتساوي تعرق أكثر في عنده مشاكل مثلا بالكبد أو مشاكل صحية كمان بتساوي تعرق أكثر البدانة سبب الشحوم والدهون؟ تماما الكوليسترول الشحوم الثلاثية بدانة بتساوي نتيجة أي حركة بيصير في تعرق أكثر بس يلي بيهمنا أكثر بهالموضوع بنشوف نحن الغذاء الصحي يعني بنشوف في شباب كتير هلا عم يشربوا مشروب طاقة عم يشربوا كافين كتير مدمنين على الناس كافية مدمنين على المشروبات الكحولية أدون بنشوف نحن عندهم التعرق ورائحته الكريهة أكثر من الناس يلي بيكون نظام غذاء صحي ومتناسب دايما أيضا بيقولوا أنه همية التجفيف بعد الاستحمام أو حتى الوضوء إذا بقي الجسم رطب هل ممكن أنه يأثر على هذا الموضوع؟ هل لا؟ ممكن يكون رفع العكسي نحن فعلا الوضوء جدا مهم كتير نشوف كتير أمراض هلا كتير أمراض سبب عدم النظافة العامة يعني أمراض جلدية كتير يعني عديدة أما بتشوف سبحان الله بتلاقي خمس مرات خمس مرات تلاصل إيديك ووجهك سبحان الله وإجرانك ورأدانك بالضبط تماما فأنت عطول عنك حتى ما مجال البكتيريا ما بتنحمس هل أشوف أنا في كتير ناس مثلا شباب عم يصير عندهم أكزيمة خلف الأذن وأكزيمة خلف بالرقبة بنشوف هون يعني بسأله سؤال أنا مثلا كل يوم تتحمم بيقول لي والله أنا كل يومين والثالث والدنيا صيف لازم نتحمم إذا كانت بشرة دهنية يوميا صبح ومساء بقول له هالخلايا هي المتراكمة والقشرة المتراكمة هي إزالتها بالحمام قال والله أخدت كورتيزونات وأخدت كذا وما طبط لتل له فيه شيء اسمه سبب بس عرفنا السبب سبب وتراكم بطر العجب شفينا أما متل ما تفضلتي الوضوء خمس مرات نظفنا خلف الأذن الرقبة شفنا انتهينا من شيء اسمه أكزيمة تماسية أو حبوب بالرقبة أو خلف الأذن أكثر شيء مزعج دكتور استخدام مزيل العرق على رائحة تكون موجودة بالجسم هون شو الأضرار أولا الممكن أن نتأثر على هذا الموضوع غير أنه ممكن نزعج العالم بهذه الرائحة ممكن أن تتجمع رائحة أي بارفوم تنحط على الجسم هناك أمراض مرضى يأتيوني عندهم خراجات تحت الأبط يعني بيقول لي أنه أنا عم حط أو بيصير في عقد حتى العقد اللينفاوية غير وقت بيطلع الخراج أو التهاب كيسي ما يعني بتطلع العقد اللينفاوية بيصير فيه غذمي أما مثل ما تفضلتي حطينا الريكسونة حطينا أي معطر أو مزيل التعرق حطينا تحت الأبط على تراكم بدون غسيل وبدون تنظيف يعني هون صار سديتي أنت المسام المسام مفتوحة بدأت تنفس فيها خزان دهني فيها جريب شعري بدأت تنفس وأنت شو ساوتي خنأتيا بقى صار في عندك هون التهاب جريب شعري التهاب جريب شعري ما هملنا ما عقمنا ما حممنا ما حطينا مضاد يعني مضاد جرثومي زاد وصار فيه التهاب وصار فيه عندنا خراج صار زادت المشكلة أكتر بكل بساطة بصابون الكبريت صابون الكبريت أو أي صابون يعني فينا نطفه بالصابون وبدون ما نلعب فيه الغسيل صبح ومسا بيروح هذا الخراج يعني مثل ما تفضلت الأستاذة يعني لازم ما نحط مزيل التعرق فوق بشرة وصخة يعني لازم ننظف منيح بعدين نحط مزيل التعرق يعني غسط بالماء والصابون تشفيفة وحط الريكسولة أو المزيل التعرق مثلا يعني بالسيارة بالطريق كذا فيك تحطيه بالشنتة فيك تحطيه بالتابلو كلينيكس معطر محارة معطرة مسحنا أول شيء لدينا حطينا المزيل التعرق بس ما يكون شيء على بعضه بس أنا بنصح أنا بمزيلات التعرق أن تكون على شكل سبري السبري فيه مادة الكحول يعني هي مادة بتعقم أكتر وما بتسكر المسام أما المزيلات التعرق على شكل يعني مراهم مراهم أو على شكل لحبة في شغلات قديمة نحن نحكي فيها يعني الشب 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 هل أنت معها؟ هلا والله حسب كل بشرة يعني بشرته جافة ما في مشكلة أما للي بشرته دهنية بتساوي له خراجات وتساوي له مشاكل يعني أنا هذا الشيء عن تجربة في كتير ناس مثلا صار استخدموا هذه الشغلات هذه التقليدية يعني صار عندهم خراجات ومشاكل تحت القبط أما على شكل سبري هو أمن شي يعني هذا يلي عنده بشرة جافة فينا نساوي يجرب حال يعني مرة بيشوف إذا جسد متفاعل مع هذا الشيء بشكل جيد ولا لا الدكتور في كتير ناس بتخاف اليوم أنها تستخدم هذه الماركات المعينة أو السلعة المعينة تخوفها من أنه صد مسام أو بتعرف الإعلانات التي بتطلع بقى بتحاول أنها تعمل شيء بالبيت شوالشيء اللي ممكن أنه يتساوي يتواجد بكل بيت تقدر تستخدم السيدة بكل مكان وبيقط رائحة جيدة وين الأماكن وين الأماكن هي السيدة بتعملوا لإلى ولا الرجل تمام تمام ما يكون حتى أنه مكلف أنها تقدر تساوي بكل مكان والأماكن اللي ممكن أنه ينحط فيها سبحان الله فيه شغلات حلوة كتير حلوة وآمنة فينا نساوي بالبيت كربونات السوديوم بين قواصين كربونات الخبز يعني أريد أن نحط ها على قاتل لكي ينفوز لا كربونات السوديوم غيرها تستخدم مياه بسلق الحمص والفعنات كربوني كربوني باللهجة كربونات السوديوم يجي بيها نفسها وفي عنا في شغلة حلوة كتير كمان مثل ما تفضلت عليها أستاذة القهوة القهوة إلى خواس كتير رائعة مقدار بسيط كمان من القهوة فينا نحطه للكربونات السوديوم وبننا ننكه بشو برائحة عطرية حلوة وطبيعية فينا نحط النعنع نعنع اليابس نعنع الأخضر فيك تعصيري بشكل منيح والليمون نعنع مع الليمون ضيفي لها القلطة وفيك تحطيهم وين بالضبط تحت القبط لأنه في ناس بتقول حتى لا يقدر يتوزع البارفوم بكل الجسم بمكان السرة هل هو صحيح طبعا صحيح نحن نشوف في عنا مميعات الدم فكرت دعايات لأنه بعرف هون وهون هي السرة نحن نحن في مادة مميعة الدم هي منستخدم للجلطات الدموية أكثر مكان هو فوق السرة صحيح الأبر سريع جدا فوق السرة بتحت الليسان بس ما فينا نحط معطر تزيل الليسان أيضا يعني كثير مهم أنه نهتم بالشرشف بتغيير وجه المخدة يعني أكيد لما قام بينام على مكمة عرقة في حتى لو تحمى بترجع البكتيريا تنتقل لأي وتطلع الروائح الجميلة والله يا السعزي أنا بشكركم كثير على الموضوع يلي اليوم وهذا موضوع جدا حسن شوفي ما من انتبه له والله العظيم أنه للأسف في في إستنبول في أكتر من مئة ألف مصاب بمرض الجرد يعني ليش للأسف يعني متر ما تفضلتي ما عنا عناية شخصية ما عم نبدل الشراشف ما عم نبدل المخدات وشوفي إلا احنا كل واحد بآخر النهار عرقان مشوه بهالكان عم يجي عم ينام على المخد عم ينام على الشرشف أما هذا الشيء يعني هذا الشيء كمان عم يساوي شو عم يساوي لهذا النسيج الميت البكتيريا اللي اللي عم تتكاثر يوم عن يوم يعني هذا كمان يلعب دور كبير بالرائحة بالرائحة دليل على شو يعني دليل على شي في بكتيريا وعم تتكاثر أكتر وصار في محيط محيط يعني آمن للبكتيريا وتكاثر طيب المخدة أيضا ممكن أن تسحب هذه البكتيريا نحنا دايما مناخدها ونحطها بالشمس بالصيف من هون للمساء بتكون خف هل هذا الشيء صحي منشيل الغطاء ولكن هل أشعة الشمس قادرة الحالة لوحدة غير يعني كافية ليس للشرشة في السفنج جيد يعني هو تهويتها الهدف من تهويتها وتعرض لأشعة الشمس لا يوجد مشكلة هذا شيء صحي وآمن تهويت البيت أشعالنا كلياتنا المدخنيين والله بتدخنوا شي أنتو أنا لا الأجوزي بإلعب الدخن يا ورتي المدخنين وما هي للأسف هلأ شوفي فوتي إذا ما كنت مدخنة فوتي على أي بيت فيه مدخنين هناك أصدقائنا هون كما عم ننصحهم موضة ضرورة بتشمي أول شيء أول ما بتفوتي بتلاحظي رائحة الدخان ورائحة كثير بشعم لأنه عم يكون على وجه الكنبايات على الستائر على الحيطان بتشوف الحيط عوادي اللونه أبيض بصير لونه أصفر أصفر من شدة الدخان وهذا أثر سلبي على صحتنا نحن نستنشق نستنشق كل شيء يعني اللي شوفي أنت عبر أشعة الشمس بتشوفي الذرات اللي نحن نستنشقها ذرات مبار وكذا هذا الدخان له أثر سلبي على كلياتنا نحن أول شيء مشان نخلص من الظاهرة البشعة يعني لازم بالبيت يعني مشان أطفالنا يعني ما نعوض مثلا أنا إذا طفلي شافني أنا أنا مدخن بديه يدخن طبعا لأنه مشون فكرة أشي طبيعي أنا قدوة له أنا بقى هون لازم خصص أنا إذا اضطرنا يعني خصصنا غرفة للدخان أو على البرندة على الشباك يعني مكان مفتوح تماما وتهوية المنزل يعني نفتح الشبابيك كتير يعني فينا لحنا الفرش تعرض فينا نمسح فيه إذا ما توفر مواد التنظيف ترجع بدك تعزل وراها والله يا دكتور لا الليمون فيك أنت مثلا تضيفي معه تزاودي يعني بالماء ولكن على موضوع الجسد اليوم عم نحكي رائحة الفم كيف فينا المدخنين اللي يمكن يشتغلوا بنهار طويل عندهم لقاءات ونيطلعوا يشوفوا ناس كيف شو في حلول حتى الواحد يتخلص من رائحة الدخان عن طريق تمام هذا أول شي عن طريق الفم أول شي فرشات الأسنان تلعب دور كبير اثنين كمان في عنا شغلات النعنع في عنا الكافين والقهوة هي الأفضل أفضل شي لتخلص من رائحة الفم القهوة مع النعنع أصبت شي يعني والنظافة العامية لاحظي أنت مثلا بعد كل طعام قد ما درتي قد ما فرشيدي وكذا جبتي النكاش للأسنان إلا بيطلع بقايا هالبقايا هي سبب كمان برائحة الفم والدخان الدخان اجعل بقايا الطعام زادت البكتيريا كمان زاد الرائحة أكتر يعني تنظيف الأسنان بشكل جيد والنعنع المضمضة ممكن تكون أيضا ناخد من الأسدليات نشكر كفين عن معلومات القدمتها وسعي رأي وجودك دكتور بصام مصري طبيب جلدية الله يبارك فيك شكرا لكم وقناتكم الكريمة هلا بيك الله يسلمك يا رب